ياهلا ومرحبا فيكم قبل ما ابتدي في موضوعنا اللي هو قصة اول جراحة سعودية مبتعثة تقتل بطريقة غامضة جدا ويقفل الملف ابغى اقول لكم حاجة اننا سمعنا كثير عن مبتعثين ومتفوقين يروحون لدول الغربة عشان يدرسون ونسمع اخبار مفجعة عنهم بعضهم ينسجنون وبعضهم يغتالون بطريقة غامضة وامثال هذولا كثيرين جدا من اهمهم احميدان وكذلك خالد الدوسري وان شاء الله مع الايام انا راح احط لكم قصص كل واحد على انفراد لكن الحين خلونا نتكلم عن قصة غامضة جدا ايه قصة اول جراحة سعودية في جراحة المخ والاعصاب انتو تعرفون ان هذا التخصص جدا صعب وكان على ايام قبل ما كان فيه تخصصات دقيقة مثل هذا التخصص هذه البنت اسمها سامية عبد الرحيم ميمني ولدت سامية في مكة عام 1955 ميلادي هذه سامية منه صغيرة كانت متفوقة جدا ومتميزة كانت من اولى حياتها وهي تبي تصير متميزة في تخصص من التخصصات سبحان الله جتها دراسة في جامعة الملك فيصل بالاحساء وانتقلت الى هناك ودرست تخصص الطب العام لكن بعدها حبت انها تتخصص ومن الصدف ان ابوها صار لحادث سبب حزن عميق جدا جدا في نفس هذه الدكتورة وفي هذا الحادث سبب وفاة ابوها هو كسر في الجمجمة منها تراودت التساؤلات في نفس هذه الدكتورة تتساءل شلون يعني كسر في الجمجمة وشلون هذا الكسر يموت الانسان وبدأت التساؤلات تتراود في ذهن هذه الدكتورة لما ما شافت اي تخصص في جراحة المخ والاعصاب كان في الديرة او في البلد استجمعت قواها وقالت لازم انا اروح وابتعث واروح اي مكان حتى لو في الصين اروح وادرس هذا التخصص عشان اعالج جميع المرضى واشوف شنو علاج هذه الامراض اللي تكون في المخ والاعصاب وذلك مثل ما قلنا لانها متأثرة جدا بوفاة ابوها وبالفعل قامت بتقديم اوراقها في مجلس الدراسات العليا في امريكا وبالفعل استطاعت هذه سامية انها تجتاز بجدارة الاختبار وبدرجة معادية درجة امتياز ذهلوا جميع من في الجامعة ومن هنا انضمت سامية لجامعة في امريكا من اعظم واكبر الجامعات وهي جامعة شارلس دور للطب والعلوم بداخل المستشفى مارتن لوثر كنج كان كل ما يشغل فكرها هو الوصول الى اي طريقة تساعدها في ترتيب معايير الاصابات والنوبات الدماغية وبعدها الوصول الى علاج يعني سامية داخلة وهي عارفة ايش تبي من هذا التخصص وشنو تبي تطلع منه وشنو الغاية من هذه الدراسة خصوصا اذا الانسان حب التخصص اللي هو داخل فيه صدقوني راح يبدع وراح يعمل انجازات عظيمة وهذا فعلا ما حصل مع الدكتورة سامية سامية من جدارتها ومن شطارتها ومن تفوقها ذهلوا جميع مدرسينها وجميع الدكاتورة وجميع من في الجامعة من شدة نباهتها ونباغتها في هذا التخصص بالذات لانها قلبت موازين الطب هناك فوق على حدر افادت العالم كله من ذيك الابحاث اللي سوتها وكان من ابرز اختراعات سامية جهاز اسمه جهاز الاسترخاء العصبي هذا الجهاز عبارة عن وحدات من اجهزة الكمبيوتر هذا الجهاز يدخلون على راس المريض ومن خلاله تستطيع ايه هذه الدكتورة تتحكم في اعصاب المريض وبعدها تقوم بتحكم في الاعصاب الدماغية المصابة بشلل لهذا المريض ومن ثم تقوم بتحريكها عبر الاثارة والاستجابة وبعدها ان شاء الله مع العلاج يشفى هذا المريض ومو بس هذا الاختراع اخترعت جهاز اسمه جهاز جونج هذا الجهاز جونج يستطيع التحكم بالخلايا العصبية كلها في وقت وجيز ووقت محدد وفي فترة بسيطة جدا وما اكتفت بكذا دكتورة سامية اخترعت جهاز ثاني يحمل اسم مارس هذا الجهاز جدا له اثر ومفعول كبير كبير جدا ليش؟ لان هذا الجهاز يكشف عن حالات السرطان او الامراض السرطانية في وقت وجيز ووقت مبكر جدا قبل ما تتوغل الخلايا السرطانية في الجسم وهذا الجهاز يكشف على طول من دقته المراحل المبكرة والاولى من هذا المرض الشين الخبيث الخطير اللي يستأصل جسم الانسان وبعدها على طول يقدر انه يشفى هذا المريض بفعل اكتشاف اختراع هذه الدكتورة حصلت هذه الدكتورة جميع اختراعاتها على براءة الاختراع من وين؟ من المجلس الطبي الامريكي لكن للأسف هذا النجاح وهذا الوميض وهذه الاضاءة ما استمرت على طول وللأسف ما نفعت فيها دكتورة سامية الوطن في ذيك الحين والسبب ان حذت مفاجأة غير متوقعة الدكتورة سامية سوت كل ما تقدر عليه انها تشفي جميع المرضى وتشوف علاج حتمي ورئيسي لهذا الاصابات الخطيرة في الدماغ وفي المخ لكن ما كانت تعرف الدكتورة سامية ان هذه الاختراعات اللي كانت هدفها انها تعالج المرضى وعدم موتهم بسبب توترات او امراض في المخ ادت الى سلب حياتها واصبحت شهيدة البحث العلمي شلون وكيف الطريقة؟ اكيد الكل يتساءل شنو سبب الناس انها تقتل طبيبة جاية حاطة كل حيلها وكل جهدها وكل مبذولها انها تطلع من حصيلة العلم وتفيد المجتمع وغير كذا مشغولة في ابحاثها واختراعاتها ما هي فاضية للمناورات والمهوشات او التوترات بين الناس وليش اصلا تقتل؟ ومن وراء هذه الجريمة وشلون ماتت؟ كانت بداية الصراع لما جاها عرض دكتورة سامية انها تتنازل عن اختراعها مقابل الاموال والجنسية الامريكية لان الاختراعات اللي قدمتها كانت متميزة لدرجة انها هذه الاختراعات كانت الاختراعات الوحيدة في العالم حاولوا معاها انها تتنازل مقابل مثل ما قلنا الاموال والجنسية الامريكية لكنها رفضت لانها حابة انها تنفع وطنها وتنفع دينها وتنفع البلد اللي هي جاية منها لانها هي حطة هدف في راسها وغرض وغاية ما رح تتنازل عنها اللي هو مساعدة جميع المرضى اللي هم من ضمنهم ابوها اللي توفى وما قدر احد يساعدها لان ما في تخصص ديك الحين لمساعدة ابوها عبد الرحيم ورغم كل هالاموال اللي عرضت عليها وكانت هالاموال مو الف ولا الفين كانت اموال باهضة الثمن عرض عليها كم؟ مبلغ خمسة ملايين دولار امريكي بجانب الجنسية الامريكية لكن قابلت هذه الطبيبة سامي عبد الرحيم هذه العروض كلها المغرية بالرفض ابدا ما كانت مقتنعة انها هذه الابحاث وهذا الجهد المتميز تضيف الى قائمة هذا البلد وعندها مقولة مشهورة جدا وهي فائدة اختراعي ستعم العالم كله وليس بلادي فقط بالرغم من الضغوطات اللي تعرضت عليها هذه الدكتورة الا انها ما اصابت ابدا باليأس استرسلت الطبيبة سامي دراستها وانجازاتها واستمرت في ابحاثها واختراعاتها ولكن فجأة بدون اي مبررات وبدون اي تمهيد حدثت الكارثة الكبرى اللي صابت العالم كله بحالة من الذهول بعد ما قدمت محطة CNN الاخبارية عارض الصور لجثمان الدكتورة الشهيدة سامي عبد الرحيم ميمني في شوارع المدن الامريكية شلون وقالت في الخبر قتلت غدر وبسبب الاختناق توفت في شقتها وبعدها حطوا جثتها في احدى شوارع المدن الامريكية بكل قسوة على وين وضعوها بمكان ثلاجة الموتة لا حطوا جثتها في ثلاجة عاطلة يعني سيارة تستخدم هذه السيارة لاغراض التبريد لكن للأسف ان هذه السيارة كانت عاطلة في ذاك الوقت انتوا تخيلوا معي انه الاهل اهل سامية كانوا موجودين وقاعدين وفاتحين CNN مرتاحين جدا ما في اي شيء مضايقهم الا انهم يشوفوا جثة بنتهم تعرضها هذه القناة وتقول ان هذه البنت توفت وهمتا وهم كلمينها ولا فيها شيء انتوا تخيلوا المفاجأة والصدمة الكبيرة اللي اتعرضوا لها اهل هذه الدكتورة ولما تأكد الخبر ان هذه البنت صحيح ان قتلت باختناق للأسف ان اهلها ما فقدوها فقط العالم كله فقدها بسبب اختراعاتها المتميزة والفريدة من نوعها لانها امرأة مسلمة مخترعة طبيبة حصلت على براءة اختراع بكل جدارة لكن للأسف المفاجأة والصدمة الكبيرة موهنة مو قتلها الصدمة الكبيرة ان بعد ما اقتحمت الشرطة شقتها الاثاث كلها مسروق بالاضافة الى المجوهرات والمبالغ النقدية اللي كانت عندها ويليت وقف على كذا جميع ابحاثها وجميع اختراعاتها وسهرها في الليل وتعبها كلها انسرق معاها يعني ما في شيء يثبت عن هذه الابحاث والاختراعات كلها انسرقت لان هذه الطبيبة سامية عبد الرحيم ميمني شهدت مقتولة في منطقة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية للاسف كانت سامية ما تزال صغيرة وفي مقتبل عمرها لما انقتلت وفي عمر صغير جدا لانها ارتكبت في حقها جريب كل المقاييس بدون اي ذنب وبعد ما قامت هذه الشرطة بالاستقصاء والبحث عن الشقة واخذت جميع البصمات شافت بصمات مطابقة لبصمات حارس العمارة اللي موجود حينها هناك قالولا انت اللي قتلت هذه البنت وهو نفى ونكر وقال مستحيل انا اقتلها شنو هدفي اني اقتل هذه البنت قالولا الا انت اللي قتلتها والدليل ان بصماتك كانت موجودة في شقة هذه البنت واخذوا هذا الرجل الحارس وحاكمه طلع الحكم حكم مؤبد حق هذا الحارس والغريب في الامر ان هذا الحارس الى اخر يوم حتى يوم المحاكمة ينفي واقعة قتله لهذه البنت ويقول ان ما لمستها ولا ذبحتها وبكذا غلق ملف في القضية والسبب انهم لقوا الجاني وحكم عليه بالمؤبد لكن الان السؤال وين ابحاثها العلمية وين اختراعاتها طيب انتوا حكمتوا عليه ومسكتوا خلوا يطلع ابحاثها واختراعاتها وبعدها حكم عليه بحكم مخفف هذا الحارس لكن حارس انسان عادي انتوا تعرفون ما في واحد حارس بيكون شهادة شهادة كبيرة او لا في مجال الصحة يعني شنو الهدف وشنو المغزى انه يبوق ابحاثها واختراعاتها يعني شي غريب المهم انه هذا القاتل الى يومكم هذا ينفي انه ذبحها طبعا الجريمة هذه حثت في 20 اكتوبر عام 1997 في كاليفورنيا وكاتبين انه سبب وفاتها الاختناق تم نقل جثمان هذه الدكتورة الى مكة المكرمة لان اهلها وسرتها كلهم ساكنين هناك الله يرحمها ويغفر لها الدكتورة اول جراحة سعودية الدكتورة سامية وللأسف ما زال الغموض الى حق طريقة وفاتها وابحاثها واختراعاتها وينهم الى يومكم هذا تصبح القضية قضية غموض كبيرة جدا هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو